نبدأ مع حضراتكم على طول كلامنا في المحور الأول من حلقتنا النهاردة وهي حاجات تخص الأم أو بمعنى أدق نصائح أحب أن أنا أوجهها لكل الأمهات اللي عندهم أطفال بيروحوا الحضانة لأول مرة خليوا بالكوا دي تجربة مهمة يعني تجربة مهمة ومؤثرة يعني مش حدث عادي أو حدث متكرر بعد كده بيبقى حدث متكرر لما الطفل بيروح بقى كل يوم وبينتظم وإن شاء الله يبقى مبسوط لكن البداية دي حدث كبير حدث له أهمية يعني عشان كده مهم أن حضراتكم تعرفوا هذه المعلومات وزي ما قلتلكم الحلقة دي يعني مبنية وموجهة الحضرات أنتوا اللي طلبتوها كتير قوي بيسألوني على صفحتي الشخصية أو على صفحة البرنامج عن هذا الموضوع الأول كان الناس سألتنا عن مواصفات الحضانة وعملنا حلقة جميلة عن مواصفات الحضانة مش باعتراف يا أنا جميلة دي يعني باعتراف حضراتكم أنه اتبسطوا قوي منها وقلنا أن فيه احنا اتكلمنا عن كل الجوانب وقلنا لما نيجي نختار حضانة لولدنا نختارها ازاي الحضانة دي تمام كده لو عايزين برضو ترجعوا لها على وسائل التواصل سواء على اليوتيوب أو على فيسبوك الحلقة موجودة خلاص دي حاجة مهمة قوي أنا بقى بفترض أن احنا النهاردة خلاص استقرنا على الحضانة الحلوة كل أسرة طبقت المعايير اللي احنا اتكلمنا فيها ودت سكور كده لو دخلتوا هتعرفوا قصدي قلنا بندي كل نقطة كده كل عنصر بنديله نقط عشان نعمل سكور في الآخت ونشوف بقى الحضانة دي ولا دي ولا دي بناء على حاجات كتيرة قوي يعني ناس كتيرة قوي ما خطرش على بلها ده لما الحلقة عملت كل الناس كانوا بيقولوا احنا فعلا كان كل تفكيرنا أن الحضانة تبقى مثلا قريبة تبقى على قد ميزانيتنا الفلوس لكن فيه جوانب تانية خالص شديدة الأهمية أنتو أو حضرتك لفت نظرنا لها وده كان الحقيقة يعني ايه رد فعل جميل واتبسطنا منه قوي النهاردة بقى الحضانة خلاص استقرنا على الحضانة هنروح بقى فيه بقى شوية نصايح وهنبدأ النصايح زي ما قلنا للأم الحضانة مهمة لطفلك أو لطفلتك الحضانة مهمة اقنعي نفسك أن الحضانة دي عشان مصلحته يعني الحضانة مهمة للطفل والمصلحته سواء من الناحية النفسية أو الناحية الاجتماعية أو الناحية السلوكية أو الناحية التطورية كل حاجة من دول بتحصل وبتزدهر لما الطفل يروح الحضانة علشان كده بلاش طريقة التفكير أو طريقة الكلام أو النغمة ها اللي هو هيسيبني هايسيبني ازاي كده ده صغير ده هيبعد عني أنا خافه ده هيبعد عني كده ازاي يا ترى هيعمل ايه لوحده في الحضانة انتوا فاهمين قصدي أنا بدرب مجرد أمثلية بلاش الطريقة دي تتغلبي ازاي على الحكاية دي أنك تقنعي نفسك أن دي حاجة مهمة في المرحلة العمرية دي للطفل اللي احنا قلنا سنتين مثلا أو أقل شوية أو أزياد شوية هي مهمة زي المدرسة كده لكن ملغاش علاقة بالمدرس عشان الناس ما تفهمش غلط ملغاش علاقة الحضانة مش مطلوب من الطفل لا يتعلم أرقام ولا حروف ولا يدخل اصلاحنا بدخلوا حضانة عشان انترفيوهوا المدرس كل ده كلام خاطئ كل المطلوب من الطفل انه هو يتبسط ويتطور بقى هناك يتطور اجتماعيا ويتطور سلوكيا يتعلم انه هو جزء من مجموعة يتعلم انه يشارك فيه نشاط جماعي يتعلم انه هو يكل وحده يتعلم انه فيه فترات للعب فيه فترات للراحة يتعلم انه هو ممكن نقول أغنية مع بعض يتعلم انه اللعب ده أو الحاجة دي بنتعلمها عن طريق تحفيز الحواس أو تطوير المهارات أو كده نفسيا هيلاقي نفسه له أصدقاء حتى لو هو مش عارفهم أو مش عارف أساميهم لكن بيشوفهم كل يوم ولاد وبنات هتلاقوا ان الطفق ده دي مرحلة مهمة عشان كده أنا بقولك أول نصيحة للأم للأماتة بالذات بلاش تقولي لنفسك أو تخوفي نفسك من تجربة الحضانة ده صغير قوي هيعمل ايه في الحضانة لوحده ده أنا اللي بعمله كل حاجة هو حد هيعرف يعمله زي ما أنا بعمله هو حد هيعرف يراضيه لما يعيط هو حد هيعرف يطبطب عليه زي مفيش حد زيك لكنها سنة الحياة انه لازم دي مرحلة بتجهزه انه بعد كده هيخش المدرسة وهيتعلم وبعد كده هيبقى له أصدقاء وهيبقى عنده حياة مستقلة احنا دورنا نحوط عليه بالحب وبالرعاية وبالأمان وكل حاجة لكن ما نسجنوش جوه مشاعر التملك بتاعتنا اللي كتير من الناس بيدخلوها كده وبيدخلوا السجن ده من غير ما ينتبهوا وبالتأكيد بياخدوا ولادهم معا تمام؟ طيب يبقى دي كانت أول نصيحة قلناها لحضرتك انك بلاش تقولي الطفلة هيسيبني هيبعد عني هيعمل ليه لوحده وهكذا ترجمة نانسي قنقروا في القرآن